وقع محافظ مطروح خالد شعيب بروتوكولات تعاون بين مدرية التربية والتعليم بالمحافظة ومركز بحوص الصحراء وشركة مياه الشرب وصرف الصحية يهدف البرتوكول لفتح فصل مدرسي لتحلية المياه في أماكن تواجد الآبار وآخر لزراعة ومكافحة أفات النخيل والزيتون بما يخدم أبناء المحافظة ويواكب متطلبات سوق العمل بإطار اهتمام دولة بالتعليم الفني وقعنا نرضى اثنين بروتوكول ما بين مدرية التربية والتعليم ومكس تدمير المسادامة ومكس بحوص الصحراء وشركة المياه اللي أول كان خاص بفصل تحلية المياه ده يكون مشترم بين شركة المياه ومكس التنمية المستدامة بحيث الطالب اللي يطالع متعلم تحلية المياه سواء من مياه الأبار الجوفية أو من مياه البحر وطبعا ده مهم جدا من نسبة لنا يخلق فاصة عمل للشباب في نفس الوقت وقعنا بروتوكول تاني خاص بمكافحة أفات وسوس النخيل ده الفصل هيضاف لمرسة السنوية الزرعية بسيوة بحيث يخدم على البيئة المحيطة ويكون نافع لهم إن شاء الله وده في طالع اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبيم يعود النافع العام على البيئة المحيطة اشتركوا في القناة